سؤال صفحة سبعة في الكتاب المدرسي يقول استخدم حبلان يؤثران في قوتي شد متساويتين مقدارا يحصران بينهما زاوية ستين درجة لتحريك جسم على سطح أفقي وكان محصلتهما خمسين نيوتن ما مقدار القوة التي يؤثر بها كل من الحبلين في الجسم يعني يا أنطي في جسم مربوط بحبلين الحبلين هدولة بيصنعوا في زاوية بينهم ستين درجة أثرنا بقوة شد في الحبلين هدولة كانت محصلة قوة الشد هذه خمسين نيوتن إذن أنا عندي المعطيات المعطى الأول إنه F1 بتساوي F2 المعطى الثاني R المحصلة بتساوي خمسين نيوتن وثيتة الزاوية تساوي ستين درجة طبعا يا أنطي إحنا هنحل على جمع المتجهات بطريقة متوازل أطلاع لكن أنا مش هستخدم القانون الأصلي هستخدم الحالة الخاصة اللي استنتجناها الحصة اللي فاتت اللي هي عندما يكون متجهين متساويين يحصران بينهما زاوية اللي هو القانون المحصلة بساوي اتنين في مقدار أحد المتجهين في كوزاين نص الزاوية بينهم يعني تعالوا نعود R بتساوي خمسين نيوتن اتنين بتنزل الF بتنزل لأنها مجهولة كوزاين الثيتة بستين إذن كوزاين ستين على اتنين بتصير المعادلة خمسين بتساوي اتنين F في كوزاين الثلاثين كنا بنعرف إن كوزاين الثلاثين جذر الثلاثة على اتنين إذن تصبح الاثنين بضيع مع الاثنين بصير خمسين بساوي جذر الثلاثة مضروبة في الF بقسم على معامل الF جذر الثلاثة على جذر الثلاثة إذن المحصل القوة بتساوي خمسين على جذر الثلاثة وتساوي 28.86 نيوتن ترجمة نانسي قنقر